سامر جابرو يستعين بملابس أصدقائه بأحدث جلسة تصوير لإلو الشام القديمة كان اللوكيشن يلي اختاره سامر جابرو لتصوير أحدث فوتو سيشن لإلو بسوريا تحت إدارة المصور مهند صادق كون سامر حاليا بحاجة لصوير جديدة بعد إطلاق أحدث أغنياته الليلة 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 ولكن على ما يبدو أنه المهمة بهاليوم ما كانت سهلة أبدا على سامر هلأ أنا صرت كتير أحسن من قبل ليش لأنه مثلا بالفيديو كليب عندك دور يعني إذا أنت مثلا طالب مدرسة وإذا أنت شايف مطبخ إذا أنت مطرب على مسرح معروف شو هي الأكشن رح تعمليها كهذا الدور يعني ضمن هذا الدور كل النهار لو عندك تصوير عشر ساعات أما بس تكوني بي تصوير فوتو سيشن تطلع هيك أول مرة تعملي هيك وهيك 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 بعدين بلش بيقل لمهند ولا المصور معك بلش لك أعطيني منين مضي أعطيه عرفتي كيف وإذا كانت نفسيتك تعباني تعي أعطيه بقى وجلست هالتصويري اللي جمعت مهند و سامر ما للتعاون الأول بينهم لكن راح تكون أود دور للمرة الأولى ومهمة إظهار سامر بشكل مختلف تماما هي الهدف يعني سامر أنا ما بلله شو يعمل هو كتير شاطئ فحلاوته بس بلله شو الحالة اللي يفوت فيها بيعيش الدور انه هو عفع درج مبسوط ولا لا بيعطي أحيانا ري أكشن انه هو زعلان انه هو دراما بقدر يعمل شي بس انهم معطيه الحالة شو الحالة اللي يطغي على هاي الفوتو سيشن بظن كانت حالة انه هو يعني فيه بسمة فيه رياحة فيه بوش ورياحة أكتر أكتر من شي دراما مثل ما بيعمل بالعادة وهذا الشي بيشبهه بزن شخصيته ولهيك دايما بينجح فيه دايما بحس سامر نحنا بالستوديو محصورين دايما بالقوعة سامر لا هيك ما بزابطة نحنا محصورين مكان اليوم لا او دور تحرك سامر استخدم لي الشغلات اللي حوله كرسي دراج ايه هو طبعا فورا يعني تأقلب معي لأنه سامر بعيش الحالة فورا وجلسة هالتصوير كانت بحاجة لبوزات جديدة كمان لهيك كان على سامر انه يطلق العنان عم غير بوزات شوي بس مثلا انا بحب حالي هيك مثلا هيك بحس حالي غير واحد عرفتي كيف هيك محل بطول ام فيه مبعا والمشكلة انه الناس الرجل او الشاب يعني طبعا مو متل فكرة البنت اليوم مثلا البنت دايما انه عنده جمال كتير عنده اياه مهم الشاب هو الشخصية يعني اوقات كوني ببوز ما بتحبيه بس تعملي شي بيطلع حلو وخبرنا سامر انه بصوره ما بيعتمد على اظهار جمال ملامحه بقدر ما بيحب انه يعكس شخصيته بحب الشخصية مع لحظة طيبة لحظة براءة تمام بس مع شخصية وشي يكون صادق بعيوني تمام بس كتير بغلط بيطلع يعني كتير انا عندي اغلب الصور بيطلعو بطلع طفل يعني بتطلع هيك بقول يعني هاد مراح حبوني ابدا خصوصي البنات بتعافي البنات انه مرحباكي فيك كزا تمام انا مو كتير هيك واختار سامر لجلسة التصوير عدد لوكات نوعت بين الكاجول لسبور شيك والرسمي يلي طغى عليها الالوان الهادية مثل الابيض السماوي الزهري والكحليم للأوالي مبارح كان جمعة فانا عملت قبل فوتو سيشن بالستوديو وهلا اليوم عم بعمل اوت دور فاستعملت كتير اشيام اللي كان بدي اياهم بالستوديو وبعدين اتدينت يعني الحمدلله المحبين كتير عادي انت ما خلاني يقول انا عامل فوتو سيشن واخد الستايلات من رفقاتي عندي تياب يعني العالم تعرف انه ماني بحاجة اشتري جاكيت او ادين جاكيت ولو كنت بحاجة واول ما بداياتي الفنية اذا في حد انا اخدت منه بقول ما عندي مشكلة ليش بدي يعني ليش بدي تخبى الانسان وراء اصبعته اللي حتى اللي ما معه عادي جدا بس اكيد ما حقول من مين هو ما بيقبل اول اسمه ايه انو اجد رفقاتي قالوا شو عندك اليوم جاكيت كذا لازمني هيك بس جايين على التكة يعني وحيات الله هللي عمقول يمكن اسرقهم لانه يعني كلهم لو انا مشتريهم مو هيك زابطين على الكتاب على كذا خافين الكرش الصغير وهيك كله تمام واختيارات سامر بهاليوم كانت قريبة كتير للستايل المعتمد من قبله لسنوات فبجولي على حساباته على السوشيال ميديا منلاحظ انه هو كلاسيكي جدا باطلالاته وغير مغامر بالستايلات والالوان على عكس كتير من النجوم ياللي بنشوف جرأ وجنون بخياراتهن ماني مغامر بالعكس انا مجنون انا كتير بهدوني من اشياء بدي اعملها مشان هيك برجع بقول خلينا عالنرمال يعني حتى هذا بعدين بحس انه الامبريشن بوجه قوي يعني انا كوجي عندي امبريشنز قوية فما بدي كمان كتير بالتياب يعني بحب طفي من محل حتى بيين هيك بركي بركي هيك بس لا بلبس الوانه هيك بس مو دورة الكاميرا يعني الامانة يعني عندي فوسفوريك و احمر مليا عندي بانطلون احمر شورتات جينزات مشاقشقة ملونة وفي اشياء عاجات بشتريهم بلبسهم انا لحالي هيك اليوم طالع على بالي بس ما بلبسهم يعني انه حتى سوي فيهم شخصيتي الفنية الايماج تبعي كمغني بحب انه يكون ايه شبابي بس مو مجنوني وحتى على صعيد الهيرستايل عم يعتمد سامر قصت شعر واحدة بكل صورهم بخاف شوي للامانة انا بخاف شوي من المغامرة بعدين انا شكل الفورم تبع راسي يعني مثلا ما بلبق لي احلق شعري صفر بيطلعوا ديناي كبار بيطلعوا وجي بضحكتي كبيرة طبع هلأ انا عملت دقن انا ما كنت بعد دقن بحياتي كلها بس من وقت ما بلش نصح وجي عملت دقن رسمتلي هو كيفت فانا مواعملة لانه يعني تشجيل وهيكي لا انا عملها مشان بتضعفني شوي وزبطت هيكي وبالنسبة للشعر برجع بقليك والله لو بيلبق لي بقصه تمام يعني فبروح للموديل بيعطيني مطاورة شوي بوجي وهيكي الوان اوقات بلون شي بس ما بيحشوكو العالم بيعمل افه بس ما بي يعني هيكي لحظة دني لحظة كحلي ممكن بحبها ممكن تعمل ممكن تسعد لمجرد مثلا اشقر او الوان هيك غريبة يمكن اذا عملت هيكي ميجاهيتس يعني واحدة انتين ميجاهيتس اغاني وصرت هلأ انا ترند يعني كل دقيقة يمكن اضطر اعمل هيك شي انا هلأ ما بدي انا ما عم حس انو لازم اعمل هيك الى اني انا للامان ما بتمنى اعمل هيك انا ما بدي يكون شخص يعني متل اللعبة هيك هي ملكيندر بشيلوه انو هلا هو مغني بابانويل انا يعني بتعم ماني بابانويل